لاحظ كثير من الأخوة على كل دول حضيلة أو كذا دول متابعة في المعلومات الدينية وما شابه ذلك ربما يظنون كما قد يخطر في ذهن الوهابية والسلفية لا أريد أن أشبه بهم لا أقصد في ندي الفكرة أن المشروعية مثلا فطرد مشروعية شيء ليس المشروعية مع الجواز لا مقصودي يعني التقنين عنوان معين أفروض الشعيرة كثير يظنون بأنه تقنين الشيء من الشارع يجب أن يكون بنص خاص إذا كان بنص عام فإذا هذا ليس التقنين وهذا خطأ وقع فيه الحشوية وقع فيه الظاهرية وقع فيه القشرية من الأخبارين أو من الأصولين أو من أي مسلك من مسالك المسلمين نعم عن اتفاقا في علم القانون التقنين العام كما يقول صاحب الجواهر أكثر تجديرا ما حين القوانين الدستورية؟ هل القوانين الدستورية أكثر تجديرا في القانون أو القوانين الوزارية؟ أيهما أقوى في الأداء القانوني؟ قوانين الدستورية مع القوانين الدستورية عامة وليست ماذا؟ قوانين الدستورية عامة وليست خاصة القوانين الوزارية خاصة القوانين البلدية خاصة 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 التقنين الخاص ليس أساس التشريع النص الخاص من يتابع النص الخاص هذا ليس عند صناعة علمية لا يعي من القانون ومن الفقه شيئا تأخذ العام العام هو أصل في التقنين والتشريع هذا النظرة الحشوية نظرة التي يعنف عليهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه والمحرق الحلي نظرة الحشوية والقشرية سواء من الإخبارين أو الأصوليين أو من المتكلمين أو من أي عالم على كل ربما يسلك هذا المستقبل أنه لا بد من النص الخاص إذا لم يكن النص الخاص إذن ليس هناك التقنين من الشارع لأن قال لك أن التقنين يدور مدار النص الخاص بالعكس عصل التقنين يبدأ من العام لذلك الأصوليين ماذا يقولون يقولون يبدأ العام الفوقي ثم العام الثاني لماذا يعني مثل المراحل الدستورية؟ بالله عليك هل أنت ترجح القانون الوزاري أو القانون البرلماني أو القانون البلدي على القانون الدستوري؟ ما يمكن ذلك هو الجادرة ذلك هو أساس دستور الأصل نعم ذلك يستوعب يستوعب كل متغيرات هلو مجره؟ إذن لدينا في التقنينات تارة قانون عام تارة قانون خاص الشعيرة ليس هناك من دليل طبعا لها شرائط الشعيرة أن يكون شيء مباح أن يكون معلم وعلامة يتخذ معلم وعلامة لشيء مقدس ديني الشيء الثالث أن يتعرفا رسميا يتخذ روحينا دين يصبح شعيرا نعم يصبح شعيرا للصلاة أو شعيرا القبة القبة عند المسلمين شعيرا للمسجد لم يرد فيها نص خاص جمعيات اسلامية لم يرد فيها نص خاص مراكز اسلامية لم يرد فيها نص خاص آيات كثيرة أنشطة دينية نقول هذه من سنة حسنة كان له أجر أو أجر من عام سنة حسنة يعني ماذا؟ يعني يطبق ذي العمومات يبنيها يجذرها في المجتمع طبعا تصبح تصبح عليها طابعة دينية كثير يقول إذن الدينية التسع طبعا الدينية التسع نعم هو العمومات لأجل أن تغزو أطراف البشر حالات البشر وكثير يقول إذن سيتوسع الدين طبعا الدين الدين شر على أن يتوسع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهروا على الدين كله ولو كذلك المشركون تريد أن يضيق الدين في أعليا خاصة في بقعة خاصة في تقوقعة خاصة طبيعة الدين هو الذي يتوسع فأقصد هذا عدم الالتفات إلى أن التقنين أصله صاحب الجواهر رحمة الله عليه نعم لاحظوا حتى السيد الخوي رحمة الله عليه السيد الخوي لم يرد نص خاص عند السيد الخوي حسب في الشهادة الثالثة مثلا في مورد معين ولكن مع ذاك لأنه هو السيد الخوي قال نعم حتى السيد محسين الحكيم رحمة الله في المستمسك وكثير من الفقهاء قبل خمس سنة قالت أصبحت شعيرة للمداد أصبحت شعيرة للمداد كيف؟ ليس ورد فيها نص خاص لماذا؟ لأن طبيعة الأنوان العام فالنكتة لازم نلتفت إليها إذن التقنين العام لضوابط طبعا هذه بحوث مدرسية علمية تخصصية خاصة ولكن بمقدار ما يسمح الوقت نعم سماعة الشيخ ربما أسألة عديدة بقيت لدينا من الحلقة السابقة ويضع حلقة اليوم سنخصص إن شاء الله جزء من الحلقة المقبلة إن شاء الله للإجابة على الأسألة العديدة التي وردت من المشاهد الكريم التي تواصل مع البرنامج ما حطت في كريم نتواصل معكم إن شاء الله شكرا لكم سماعة الشيخ لكل إضاحات في حلقة اليوم إن شاء الله نتواصل في حلقة مقبلة شكرا لكم ويضع الشكر موصول لكل المشاهدين الكرام تابعونا في حلقة اليوم برنامج محطات في كريم نتواصل معكم إن شاء الله في حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته